اشتركوا في القناة الفرق بينهما غير كبير أما مجمع فهو من جمع بتخفيف الميم ومضارعه يجمع واسم المكان منه مجمع بتخفيف الميم الثانية وبفتح الأولى على وزن مذهب وأما مجمع فهو من جمع يجمع واسم المكان منه مجمع وقرئ في المتواتر الذي جمع مالا وعدده بالتخفيف وقرئ بالتشديد الذي جمع مالا وعدده هذا من حيث الوزن والصياغة وأما من حيث المعنى فالمجمع بالتشديد يدل على زيادة وقصد وكلفة في الجمع وأما المجمع بالتخفيف فيدل على الالتقاء بلا قصد وعلى الجمع بلا كلفة ولهذا جاءت آيات القرآن التي ورد فيها جمع أو يجمع مسندة إلى الله عز وجل جاءت بالتخفيف فقوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ويمكن أن يضاف أيضاً أن المجمع أقرب إلى إرادة المعنى المقصود لأنه يراد به المؤسسة أو مكان الجمع جمع الأفكار والعلوم والمصادر التي تخص علماً أو فناً أو شأناً من شؤون الناس أما المجمع بضم الميم وفتح الجيم وفتح الميم مع تشديد فلا يفيد بالضرورة مكان الجمع أو التجميع بل يفيد ما وقع عليه التجميع أي الشيء المجمع أو المجموع وهذا الفرق بين الكلمتين مفاد من دلالة كل صيغة على معنى خاص بها وأما قولك هل نقول مجمع الفقه الإسلامي بالفتح أو الضم فهذا يعود إلى صاحب التسمية والمستعمل المشهور هو بتخفيف الميم الثانية مع فتح الأولى وكذلك مجمعنا مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة هذا وبالله التوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر